انضم إلينا من موسكو ديب السيد الكاتب والباحث السياسي أهلا بك سيدا ديب على شاشة الغد إذن بعد مصرع قائد مجموعة فاغنر ما الأصداء أو ما المشهد الآن بعد غيابه عن الساحة يعني شخصية بريغوجين ليست شخصية عادية بالنسبة لموسكو و بالنسبة للعالم ككل بداية تحية لكم و لمشاهديكم الكرام نعم هناك تغيير في المشهد السياسي وربما حتى العسكري لكن فقط من زوايا ثانوية وليست أساسية الوجود القانوني لشركة فاغنر في روسيا انتهى في شهر يونيو الماضي بعد محاولة التمرد المسلح قصير المدى الذي انتهى بتسوية ما بين القيادة الروسية وقيادة فاغنر المهم الآن هو تم التأكيد بأن بريغوجين لقي حتفه وجاء هذا على لسان الرئيس الروسي نفسه و بوتين كما يبدو أراد أن يضع للتكهنات المختلفة التي ضارت منذ يوم أمس وخاصة في وسائل الإعلام الغربية أراد أن يضع لها حدا بإعلانه أو بتحديد موقفه من شخصية إبريغوجين الشخص الذي كان يعرفه على مدى أربعة قرون أو ثلاث قرون على الأقل و كذلك رأى فيه جنديا صالحا ورأى فيه رجل أعمال يتلاعب له من الأخطاء الشيء الكثير وعندما يتحدث بوتين عن أخطائه فهو يريد أن يشير إلى وجود الكثير أو العديد من الأطراف التي ربما لديها حسابات مع هذا الرجل الذي لقي مصنعه أمس والأهم بالذلك أن بوتين أيضا قدم إشارة لمن يريد أن يرتقتها بأن إبريغوجين لم يكن يقاتل فقط في أفريقيا من أجل إعلاء اسم روسيا كما كان يقول والبي أرضا كان يتاجر بالغاز وبالنفط وبالأحجار الكريمة طيب أخطاء كثيرة ارتكبها بريغوجين طيب وكالة فرانس بريس رجحت استهداف طائرة بريغوجين أو طائرة التي كان بها هو والتسعة أشخاص الآخرين استهدافها بصاروخ منظومة الدفاع S-300 ما معقولية إن صحة تعبير استهدافه روسيا خاصة أن بريغوجين وفر كل الأسباب الكافية لروسيا لاغتياله رغم ما قدمه من أعمال ومساعدات خاصة في الحرب الأوكرانية رغم ما قدمه من انتصارات في حرب أوكرانية أو في مواقع أخرى سؤال حضرتك تضمن الكثير من النقاط ونبدأ بالإجابة عليها تدريجيا فيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى سقوط هذه الطائرة هناك العديد من الاحتمالات ولا يمكن الجزم حيال أي واحد منها باستثناء القول بأنه يتوجب انتظار انتهاء التحقيق الذي بدأته السلطات الروسية وكما أعلن بوتين فإن هذا التحقيق سيكون شاملا وجديا ويعطي إجابات فنية وتقنية حول الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة أحد هذه الاحتمالات التي تناقش حاليا هي إمكانية أن تكون هذه الطائرة وهي طائرة صغيرة بالمناسبة وانطلقت من مطار ثانوي يعني يبقى احتمال أن تكون سقطت عن طريق الخطأ لأن الأجواء في موسكو هي أجواء محمومة بسبب المسيرات التي تنطلق من أوكرانيا أو بأيدي أوكرانية من أي مناطق كانت وتصل إلى العاصمة الروسية وأصابت أبراج موسكو سيتي عدة مرات وضربت الضواحي عدة مرات وكما تعلمين أصيبت طائرة بريغوجين في ضواحي موسكو فوق إقليم التفير هذه أحد الاحتمالات هناك احتمالات أخرى لكن أيضا كانت هناك طائرة أخرى يعني ليست فقط هي كانت هناك أيضا طائرة أخرى وبها عناصر من فاغنر أيضا وبعد هذا الحادث حد تحطم الطائرة هبطت الطائرة الثانية في مطار من المطارات أيضا استدارت هذه الطائرة الثانية وهبطت في موسكو مما يدل مما ربما يؤيد الاحتمال الذي تحدثنا عنه هناك احتمالات أخرى لأن الجانب الأوكراني يكنه ضغينة كبيرة أيضا ضد بريغوجين وبرغم من أن أوكرانيا حاولت أن تغسل يدها من الطورة في موضوع بريغوجين إلا أن لديها حسابات دموية كبيرة مع بريغوجين على أثر المعارك الشنعة والشرسة التي دارت في بخموت هناك ضيق أوروبي وخاصة من قبل البولنديين الذين اشتكوا أو الذين عبروا عن قلقهم أكثر من مرة نتيجة لوجود عناصر من فاغنر في منطقة الحدود البولندية البلاروسية لا تنسي أيضا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فرضوا على بريغوجين شخصيا وعلى شركته المسلحة عقوبات فردية وجماعية أي أن الرجل كان مستهدفا من طرفه من قبل أطراف عديدة ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال استباقي الاستنتاجات وهنا أتفق مع وزيرة الخارجية الألمانية فيربوك التي دعت إلى التمهل في إطلاق الأحكام قبل تبيان الصورة لأن بريغوجين لديه خصوم أيضا داخل روسيا الاتحادية وربما يكون في المجال التجاري ومجال المال وليس بالضرورة مجال السياسي أو العسكري فكثرة الخصوم أيضا تدعو إلى النظر في احتمالات عديدة طيب الآن ربما يتساءل المراقبون عن مستقبل شركة فاغنر قبل قليل تحدثت سيدي وقلت أن ربما تكون هناك تغيرات لكن ليست تلك التغيرات ستكون ثانوية نوعا ما هل يعني ذلك أن فاغنر ستبقى مستمرة سيبقى الاعتماد عليها مستمرا سيكون لها مستقبل في الحرب الأوكرانية أو في مناطق أخرى كإفريقيا مثلا دعينا نبدأ من حقيقة أن فاغنر توقفت عن الوجود قانونيا في أراضي روسيا الاتحادية رغم أن لها مكتب كبير بالحقيقة موجود في مدينة سانت بوتربورغ وهي العاصمة الشمالية لروسيا وهناك الكثير من العناصر التابعة إلى ظاقدر ولكن بريغوجين كان هو الشخصية القيادية الأكثر تأثيرا في هذه الشركة أو دعينا نسميها في هذه المنظمة المسلحة واسعة الانتشار ولكن هناك أيضا قادة آخرين يعملون في هذه المنظمة وفي قيادتها وهؤلاء قابلين للتفاوض والتعامل مع السلطات الروسية ربما بشكل مختلف تماما عما كان يفعله إبريغوجين وباعتقادي أن الاقتراحات التي سبق للرئيس بوتين وأن قدمها للعناصر العاملة في شركة فاتنر ما زالت متاحة وهي إما أن يذهبوا إلى بيوتهم أحرارا أو أن ينضموا إلى القوات المسلحة الروسية كعسكريين حسب درجاتهم يعني هل بغياب بريغوجين سيد أديب هل انتهت الخلافات بين مجموعة فاغنر والدفاع الروسية يعني ليس من قبيل الصدفة أنني قلت أن بريغوجين كان الشخصية الأكثر استقلالية والأكثر تمردا في قيادة فاغنر مع غيابه نستطيع القول أن ذاقدر أصبحت طيعة أكثر وبإمكان القادة الجدد أن يتخذوا قرارات أكثر انسجاما مع توجهات القيادة السياسية والعسكرية بروسيا وبالتالي فإن مصيرهم سيتحدد وفقا لما ستقدمه لهم القيادة الروسية ربما من اقتراحات جديدة وربما سيكون أسهل أيضا على الحكومة البلاروسية التعامل معهم لا سيما وأن العديد من العناصر الآن موجودون في بلاروسيا كما أن القيادة الروسية ستتمكن من تطويعهم للعمل في مناطق بعيدة في أفريقيا وربما غير أفريقيا كذلك أشكرك جزيلا شكرا سيد أديب السيد الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من موسكو ترجمة نانسي قنقر